لما يكون ابن عمك هو اللي اتصل وقال ما عنيش صعيدة وما عنيش حتى علاقة بالصعيدة نحن نسكن واصلي البحيرة اش تقول انت انا نقول لك خش على اكتب اسم عيلتي على عندك في الصعيد يقول لك احنا مولدنا فين ومسقطنا فين وعايشين فين وبيتنا فين احنا من عيلة السجة عيلة السجة اتصلهم بالصعيد يقول لك بلدهم فين واساسهم ايه قالوا انت متزوج من اربع نساء وعندك عشر عيال هل هذا الكلام صحيحة ام لا كده ويزبط مش كل حاجة بالدليل اللي يتكلم يا جماعة يتكلم بدليل واحد كلوشار سكار بيسكر لاربعة وعشرين ساعة يقول لها بحبك وتقول له بحبك لما جي لها عند البيت الساعة اربعة الفجر جاي يعمل ايه جاي يسلم علي عشان وحشته ولا جاي يسلم علي عشان وحشته جاي عندي بيت الساعة اربعة الفجر يعمل ايه ورن عليها 82 رنة لجيوم علي تليفوني وهي عملاء صامت وحطاها تحت المخدة وانا بحضنها تقول لي عايز تلبس اقول له والنبي تعالى نم مع امرات عشان اصورك عشان يبقى تلبس سيد عبد الحميد فرق علي فرق كما تقول انتي او عربي العربي شهير باي شو اسمك بالضبط خان عوده نارجع السيد عبد الحميد علي فرق باي اه 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 اهنا للحوار بتاع ربنا الستين حزب ونحلف عليه وهتها تحلف ان كان عندها الجرأة تحلف باي انتي قتلي لو كنا في الصعيد بش سير حكاية اخرى كبيرة ايه لو لو الكلام ده حصل الكلام ده اللي هي بتعمله ما تعيرش بيه اختي ولا بنت عمي بس لا ده ده بنت حمتي اتعير بيه لو بنت حمتي لو انا نسكم في حي زي الحي اللي انا فيه وعملت حاجة زي كده اللي جابيني من الحاجة تاني يقول لي انت عامل راجل ما تباش راجل روح شوب بنت حمتك بتدور وبتخلي وبتجادي ده عار يعني عندكم عار في الصعيد عار عار وعار اسود كمان عار بيه تعرف انتي كاعدين الحوار معاك بطبيعة الحال معتها فما برشة اه تعاطفوا معاك وبرشة انتقدوك وبرشة صدقوك وبرشة ايضا ما صدقوش لكلام بتاعك وقالوا مش صحيح انتي على علم بها اه علمي طبعا على علمي بهذا اللي بيقول لي من الصحيح ده يجي يزبتلي كلمة كلمة واحدة غلط وانا اتحاسب عليها قانوني وعرفي بيه انا بش نقول لك راو فما اتصالات توا كانوا الولادي يحكيوا معايا قالوا لي فما برشة اه اتصالات من مصر وعندوا مجموعة من المعطيات عطاو هنا هل اه نعرضوها عليك وبتابعة الحال تتحمل الايجابة عليها اكيد وإلا لا اكيد اي اي معطيات اتحمل ايجابة عليها اي حاجة انا عملها غلط اتحمل المعطيات بتاعتها وانكت غلط اتحاسب عليها انكت غلط اتحاسب عليها لو من اربعين سنة فاتت وصغطت انا اتحاسب عليها اللي اه تصلوا بنا وفيهم حتى من عائلتك قالوا كل الكلام الذي اه رواه غير صحيح وانت لا علاقة لك بالسعيد المصري مكس سعيدي ولهجتك ميس سعيدية ويعرفوك معتها من منطقة البحيرة وعمرك ما كنت في السعيد يوما او تنتمي للسعيد لا من قريب ولا من بعيد انا ثلاثة اربع عائلتي في السعيد ثلاثة اربع عائلتي حاليا في السعيد ثلاثة اربع عائلتي اللي في البحيرة اجزاء بسيطة ان كان الجد وكان جيه هو يعني ان كان جمء اتنين فقعد مية في السعيد يعني احسب الاثنين دوات من مية سنة عادت والمية من مية سنة ورا شوف كم واحد لما يكون ابن عمك هو اللي اتصل وقال من السعيدة ومعنش حتى علاقة بالسعيدة نحن نسكن واصلي البحيرة اش تقول انت انا نقول لك خش على اكتب اسم عائلتي على عندك في السعيد يقول لك احنا مولدنا فين ومسقطنا فين وعايشين فين وبيتنا فين احنا من عائلتي السجة عائلتي السجة اتصلهم بالسعيد تمن يقول لك بلاتهم فين واساسهم ايه احنا عائلتنا اسمها عائلتي السجة واللقب بتاعنا بتفرج ماشي اتصلهم بالسعيد تمن من اول اسوان لغاية الجيزة اللي يقول لك عائلتي السجة كل السعيدة يقول لك احنا عائلتي السجة فين في السعيد انتي جيت لتونس وخليت وراك في مصر مشاكل كثيرة وانا بدالك نذكرهم لك تحب تحب نتحافظوا عليهم وما لها ما نقولهم اذكر لجميع مشاكلك اذكر لجميع مشاكلك والمشكلة اللي عندها تحسب عليها قالوا انت متزوج من اربع نساء وعندك عشر عيال هل هذا الكلام صحيح ام لا كد ويزبت مش كل حاجة بالدليل اللي يتكلم يا جماعة يتكلم بدليل سمحني زوجتك الاولى اسمها سنة صحيح ولا صحيح صحيح الزوجة الثانية اسمها مرضية ولك منها فتاة صحيح ولا صحيح الزوجة الثالثة سنية التونسية صحيح ولا صحيح الزوجة الثالثة اسمها ازهار وانت لما كنت في خلاف معاديك التونسية اتزوجت ازهار وطاركتها في مصر رجعت ومن بعد خليتها من جديد ورجعت للتونسية سنية يعني عندك اربعة زوجات فين هم الاتنين دولت متطلقين من خمسة وعشرين سنة الاتنين دول بنت عمي ومرضية متطلقين من خمسة وعشرين سنة قالوا ايضا عندك عشر ابناء عشر ابناء اللي هم مئ اللي هم محمد محمود نصرة ياسمين شيمام عمر نزيد نكملك الاربعة من سنة والاربعة من من سنية الاربعة اللي قاعدين معاي في تونس عندك خمسة من الاول اربعة من خمسة وعندك مرضية ملها مرضية جوزتها بالزابط اربع شهور وعندك منها فتاة عندي منها بنت وربتهم احسن تربيه وعلمتهم احسن تعليم والحمد لله متلقها من خمسا وعشرين سنة من سنة называется متطلقة. عندك واحدة من زوجاتك متزوجة من اخوك صح? واحدة من زوجاتك متزوجة من اخويا? نعم. لا. ما حصلش. ما حصلش. دي انا بقول لك عليه ما حصلش. واحدة من زوجاتك هتزوج اخويا. ما لا بعد ما تركتها. انت اتزوجت اخوك. يا سلام. ده فين دب انا قانون. اللي اتنين جاعد ايه? ودي لك ارقام تلفناتهم وتكلمهم. والاتنين واحدة جاعدة على اربع ولاد تربي فيهم. جالت يحرم عليها الرجال بعد مني. وجاعدت ربي ولادها وبنت لها بيت تلت دوار. هم اللي اتصلوا مش انا. خلاص كلمهم. خليهم يتكلموا معي على المباشر. جل لهم لو سمحتهم انت تجوزتي مين? اللي بتقول لك انا. اللي جاعدة مربيها ولادها دي اه الاول الله يرحم اصل ابوها. جاعدة بنت لها بيت عشان اصلها وكرمها بنت لها بيت تلت دوار. ومجاعدت في هي وولاتها الاربعة. وجاعدين وعايشين وامورهم مية في المية. اه انت عنيس. عمري ما كنت عنيس. تقيق. قالوا هكذا عنك وقالوا توردت في جريمة قتل. قتل. هقول لك على حاجة ان كان سبتتم في يوم الايام انها تعركت مع حد ومسكت فيه وضربني وضربته كده. انا هتعاقب على جريمة قتل. عشرة مش مش جريمة قتل واحدة. والحكومة التونسية تعقبني. وانا بقولك. نمشي معاك. اه اللي تصلوا بنا مبارح فيهم من بعتوا له سيارة بدون اوراق. وانت هارب من مصر في تونس. وهم يبحثون عنك هناك. بعد جوز سيارات قبل مغادرتك لمصر. والنس الكل اشتكاتك من اجل تحيل هناك. انت قلت لي اتكلمني وقل ليش وصلت. هذي المعطيات اللي وصلت عليك. اللي وصلت ايه بقى? ان انا بيحت سيارة مغر اوراق. اثنين. اثنين مغر اوراق. ده ده اللي اعطيلك المعتاد ده ابن حلال. والله والله عربيتي الخاصة الفين وتسعتاشر بيح بورج رسمي في عز النمار وموجودة اللي انا بيع له. اعايز اتصل بيه على الواتس وكلمك فيديو. اخليه كلمك فيديو. يقولك رجل ده بعل عربيته وعليها اقصط وانا هو بخلص فيه. وعمله توكيل رسمي عام بيه. عفضل عليها مش عارف اه عشر اقصط وانا هو ابو رجل بخلص جزده بجزده. ولما يخلص حينجل ملكيته لنفسه. واوراقها سليمة. ما عنديش اي تحايل. انا راجل تاجر. وعندي سجيله تجاري وبتاجة ضربية. يعني اي عربية باخدها الدولة اللي بتكفلني فيها. اه. حكيت انتي على ليبيا. قالوا صحيح كنت مقيم في ليبيا في ترابلس. وتحيلت على اشخاص عديدين في ترابلس وهربت الى الجنوب الليبي. وسكنت في الجفرة واوباري وغيرها من المناطق الليبية. اه. في الجنوب. هل هذا الكلام صحيح ولا ايه? كنت جاعت في في ترابلس شغال في الخضار والفاكهة. وبنودي ناخد خضار من من ترابلس نودي لسابها للجنوب. وبعد كده اشتغلت السواج لما جات الدنيا وقفت والدنيا بازت اشتغلت السواج مع ناصر محمد بن جريد. راجل ليه اعتبر شي بوزير. اشتغلت معه سواج وليه ان طلحت من ليبيلين مرة عملت عملة. في اوباري ولا ايه? في الجنوب الليبي. لا ما حصلش. زوجتي قالت سكني في الجنوب الليبي. زوجي انا سكنتها في الجنوب الليبي احنا كنت اواخد مزارع بصل هناك بنشتري بصل من اوباري نبعته لترابلس. جاعت في جاعت في اوباري ممكن اربح شهور خمس شهور نجيبهم بصل نعبوه في شكاير نبعته لترابلس. لما خلصنا موسم البصل بتاعي روح تلسابها اشتغلت بسوق الخضار في سابها. واشتغلت بسوق الخضار في ترابلس. والاخر اشتغلت مع احمد مع السادس ناصر بن جريد ومع احمد محمد برايب. لأوباري ولسكنت بأوباري ولا نعرف ثلاثة اربعة كده ايه مصريين تدور خضاروا هكذا. باك. اه انت بطبيعة الحال اه قلت برشة كلمة على زوجتي قلت زوجتي خانتني. خانتني. اكثر من مرة. اه. وعديت. هكا ولا ايه? ايه. ايه. حصل. وبالدليل القاطع. وقدي محضر الشرطة اللي انا عمله. وبعد اذن حضرتك باجا. مدام هي جلس كده. ادي محضر الشرطة رسمي. اهو. ناشي. اهو. فيها. وفي صاحبها. اللي هي ادعت ان هو ابن خالها. وروحت لخالها. قلت له فلان الفلان ده. جاربكم. اهو بالورجة والجلم. رح لهم البيت. جلنا نعرفوه. ولا نسمعو عليه. ورح لها البيت هربت منه. وقدي محضر الشرطة في جيبي. ماشي. ابنها شاهد عليها. ابنها اهو. شاهد عليها. بعد اذن حضرتك. تباين اللي الورج ده في الكاميرا. علشان تثبت الخيانة ولا ما تثبتهاش. لا. خليها مدامي. هديك اوراق قضية ما زالت. لا. ما زالتش. اهي. دقيق. اهي. وحضر بعد اذن حضرتك اهو. بينها الكاميرا وبين الاسامي. ومن اللي شاهد عليها. سمحنا. محفظا للمعطيات الشخصية. من عديوش لاسامي. لكن. اه. مرتك حسب الاوراق اللي عندك. ما شديتاش في حال التلبس. كله مجرد ادعاء وكلام. لا. يعني حالة التلبس في الخيانة. لانا مليش دعوة حالة التلبس. لما لاجيها مسكل فيسبوك. واحد. كلوشار سكار بيسكل لاربعة وعشرين ساعة. يقول لها بحبك وتقول له بحبك. لما جي لها عند البيت الساعة اربعة الفجر. جاي يعمل ايه. جاي يسلم عليه. عشان وحشته. ولا جاي يسلم عليه عشان وحشته. جاي عند بيت الساعة اربعة الفجر. يعمل ايه. ورن على اتنين وتمانين رن لاجيهم على تليفون ايه. وهي عاملة صامت وحطها تحت المخدة وانا في حضنها. تقول لي عايز تلبس. اقول له والنبي تعال نم مع امرأة عشان اصورك عشان يبقى تلبس. هو في ايه. ما لازم ان يكون في زي ما في ايه خبر ده ربنا عرفه بالعجل ما حدش شفناها احنا ما شفناهوش. بس عرفنا ان في ربنا عشان في نهار وفي ليل وفي سمى وفي ارض. رحنا شفناه اثبتهم من الحاجات دي. المحامية بتاعتها عندها معطيات وعندها تسجيلات وعندها اه محادثات انا سحبها مني. والاسل. طلعت المحامية بتاعتها بتاعتي مش بتاعتها. ودلوقت بجاءت المحامية بتاعتها. انت قتلي في الكوليس هي خانتك في ليبيا ومشيت معه رجل قادت بعمها فترة طويلة كيفية. جاءت لما جاءت هنا جاءت لي. جاءت لانا كنت جاءت لانا روحتي مع المصري وجعدت معا ليسكن. وكان مجاعت تحت. روحتي لانا جاءت سكنة تحت سل. جلت لها جاءت لانا عشان ما مقدرش نسكن خدت السكن دي. فجئت لما جيت هنا. قم ما جيت تونس. وبجيت رجبتي في اديها. جالت لانا جاءت مع المصري. وكان بيصرف علي وكان مهنيني وكان بيدي وكان بي. جالت لكلام عشان عارفة ان انا مش حقدر اتكلم. اللي بتقول لك بعنفني. اللي بتقول لك جاءت الروح. لو انا جاءت الروح كنت جتلتها وهربت. ازاي انا جاءت الروح. واسمح بالكلام ده كله. واقول لها سلام عليكم. بيه. انا شي فقط معده سمحني. مفهمتوش. ايه اللي هو. لو تتكرر الخيانة مرة واثنين وثلاثة حسب كلامك انت. انا بعد ما دي تين اعرفت. دقيقة. شنو لي خليك متشبث بيها الى الان. انا مش متشبث بيها. انا متشبث بيها. انا متشبث بيها. انا متشبث بولادي. وفلوس اللي عندها. انما هي لو لو جابولي هي. سنية. جابوها للتمثال جهب. وطهروها. نعطش ابوصلها. لو بسط لها ابق ابن حرام. ابق استهل اللي بيحصل فيه. ابوصلها. واحد شخف صح. اشرب فيه. ولا كل فيه. ده جات هنا. جعلتلي فلان وفلان واسمهم ليه. اللي جالتلي عليهم بالتنهي اقسم بالله ما نعرفهم. يا رجل اقسم بالله فيه ناس ما نعرفهم جالتلي عليهم. خانتك معاهم. ايه خانتلي. جالتلي 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 دول في ولاد بلادي. وارجل منك. بك. ما نحبوش نطيحه اكثر في المستوى متاع الحوار. هي قالت ايضا انه اه عرفتك صحيح في فرنسا. وهي كانت معتها طالبة في الجامعة وتقرأ وامورها واضحة. وتحتمت حياتها بسببك انت. يعني انت بعدت على قرائتها. وعنفتها وضربتها ومرمتها. والعشرين سنة اللي قضاتهم معاك. عذاب في عذاب. ناشي. صحيح? كدابة. انا عايزة فهم حاجة واحدة بس. انا من يوم ما قوشته. الاول انا سبتها في فرنسا ايه قابها ورا مني ليبيا. انت. ايه ايه روح تيجبتها بالسيف. لا اغريت ها بالمال. واغريتها بمستقبل كبير. وكلام كثير. وفي الاخير ما لقدت عندك حتى شي. جعلت معي جديه. جعلت معي جديه الساس. فترات مختلفة حسب كلامها هي. هي لا. كلامها هي عشرين سنة. من اول سنة ما مشاتش لي. ما احنا جينا جينا تونس اهنا وهي. وما كانش مكناش خليفنا ولا صغير. جينا تونس وبيتهم ده كان خرابة. وما كناش جينا منالها البطاقة وبجواز السفر. وما كانش معانا ولا عيه. روحت معي ليبيا ده تاني ليه. روحت ليه. انا 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 وحش. وما حلتش حاجة. وكله شهر. وما فيش اي حاجة. ايه اللي رجحها معايا من تونس. انتي بالتونسي وريت لها وجه السوق يعني. اه مستقبل كبير وكذا. وما عطا خليتها. اه بغراءات انتعك لي جيتك. تابه المرة التانية لما جات. ما كاتش خلفت برضو. جات رجع التاني. انا دحكت على المرأة. اولي. التانية دحكت عليها برضو. قول ماشي. ما نعرف. قول ماشي. قول ضحكت عليها تاني. اسألني. قولي دحكت عليها تاني. لايه. دحكت عليها. ولما خلفنا العيل وجينا ليبيا. رجع التاني معيه. دحكت عليها تالت. وقت او حل المنزل في الجل وما عشت ايش ما توخر. جابت منك صغير ايش ما فيش طعم. جابت اه? جابت صغير وما قدرش توحل. ولما جابت اربعة واخرت. ازاي يا استاذ محمد. يعني انت جبت صغير. وخفت عليه. وخايفة على المستقبل ويخسر على يضيع. ولما جبت اربعة. لا دبقى كخة. لما جبت اربعة توخري ولما انت عندك صغير ما توخ. يا استاذ محمد خلي اللي عندنا مثلا في مصر. بقولك اللي يقول عاجل واللي يستمع مدنون. اه يعني انت معاك عاي خفت عليهم معاك اربعة مخفتش عليهم. لنفترض انه الكلام متاع اه زوجتك. صحيح. مش صحيح. اه. اه. انا عندي واحتفظ بالاسماء. اكثر من خمس. افراد من عائلتك اتصلوا. اه. وكلهم يقولون كلام سناء صحيح. سناء. انا زوجتك معتها سونية صحيح. اه. وانت اه تاريخك اظلم بالعنف. والاعتداءات على زوجاتك السابقات. وعلى اولادك. وحكيولي حتى على اشياء معتها. اللي هي. ما نحبوش نحكيو فيها معتها في الحوار. ايه هي العنف. انا عنيف يعني مع مين? مع عائلتك. مع عائلت عنيف مين? بي. مثلا اعتديت على ابنك. اعتديت على احدى زوجاتك. وكان هناك شجار وعنف متبادل مع واحد من اولادك. لمنعك من ضرب امه. يعني مرة مطلقها روح اضربها. مرة مطلقها روح اضربها. دانا جيت دانا جيت من برة. لجيتها بتتعارك مع امراتي التنسية. قلت الامراتي ماتتعاركيش معاهم يا بنت العبيتة دول غيرانين منك. اقعودي ببيتك. دخلت تحب في راسي وتقول لي معلشي. انا حطلق واحدة. هيك سكنت في الجيز. هي? هيك سكنت في البحيرة. مين? سونيا كيازيتها للبحيرة. سكننا ايه سكنت في بلدي. في كفر الدوار قعدنا. في بيتي. دي انا كان عندي بيت قديم هدته وبنته عشان. ايه انت سكنت مع المواشي. مع ايه? مع المواشي مع المعيز. يخسارة. احنا اقول لا بالربهم لا مواشي ولا معيز. لا بالربهم انا عايز يريت حدي يتصل بمصر. ويقول للحد على الكاميرا كده وريني بيت السيد العربي. اشوفه شكله ايه. انا اقول لك هذا الكلام لانه ليست شهادات مني وانما ممن اتصلوا بناه من مصر. خليه يتصل وقول لي ايه وانت عملت كذا وكذا 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 وانا وانا لاتصل يقول لي كده اقول له انت صادق وانا كذاب. انت فيه بعض الممن اه تحدثوا معنا على وضعيتك في مصر وعلى اه الموضوع سونيا. من اقاربك المقربين جدا. ماشي. قللك ايه. قالوا انت متعود على مثل هذه المسائل وعلى الانتقام وعلى تلفيق التهم لكل من يعاديك او لكل من يقول لك لا. او اللي حقوله حزبي الله ونعم الوكيل قصما بالله العليه العظيم. عاشت معي اميرة. في ليبيا وفي مصر وبجميع في اي حتى في فرنسا. كتعيش معي اميرة. ما شابت الزل غير هنا. اللي انا بقول لك عليه اسمعه. انا العمر عنيف تحد. والتصق بمصر تمة. بمصر تمة. وببلد تمة. وبالدنيا كلك يقول لك. يا استاذ يا استاذ سيبك من الادعاة الكذبة. انا انا راجل بخاف ربنا. ان كان فيهم واحد بخاف. ان كانت هي تعرف تتوضى يعني ايه. ان كتحبزها. ده محدش حبزها يا راجل في. لا لا مش انت امام جامع. مش امام جامع. لا 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 احنا لا نكفر. ولا اه اه نقول اي شيء من هذا القبيل. سمحني. دقيقة بركة دقيقة. عربي خليك معايا في الحوار ونكون هادئين. اه احنا وصلتنا عشرات الشهادات من اه مقربين منك. اقرب المقربين. نحتفظ بيها. اه من حبوش انضيعوها. احتراما ليهم. لكن الكلهم حبوا يقولونا كلمة واحدة. انو ما رواه عربي. في جزء يخص عائلته. وفي جزء يخص زوجته تونسية خاطئ. تم تسله عن نبي. انا اجود معاك هنا وحطيني في الحبس وخلاها يتنزل مصر وتعمل لقاء والناس تجابيله. لا احنا من عملوش لا حبس ولا اي شي. لا انا حطينا في الحبس هنا. عشان ما تقولوش. لا ما نحطوش في تونس ما يحطوش. عندك حق تخو حقك. ما عندكش حق رو مش تخوش. خلاها تنزل مصر. خلاها تنزل مصر يوم على حسابي رايح جاي. تنزل تتكلم مع حد كده وتسجله بالتليفون. المكانش يبسقوا عليها من اللي عملته في من العز اللي وراته لها. هناك في مصر وجات عملت. يا رجل هي عملت معي. يا رجل وانا نقول لك رو اقرب المقربين اليك. من عيلتك. من عيلتك. انا مجيبتش حاجة من عندي. انا نقول لك. وريني بتاك. عيلتك. اولا اتصل بك. انا نوريك. لا 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 لا. انا 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 متأكد. انا متأكد. لانك انت. اه سهل انك تهدد بالقاتل وسهل انك تعتدي وسهل انك تضرب. هذا النزل كش يقولوا عليك. انا قتلت. يعني جاتل انا اروح قبل كده. زي ما بقولهم. ما فيه سفارة مصرية هيك او استاذ اتصلوا بيها وقولها الراجل دي ليه سوابج في مصر. عنف او جتل او ضرب او سرجة او اختلاص او 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 اي حاجة. ان كان السفارة بتاعتي ادت لك معلومة. من سنة انا موليد اربعة وستين. من سنة اربعة وستين لغاية النهاردة. اني انا عندي قضية مشاجرة. مش جتل. زي ما بتقولهم. ايبق انا الكلام اللي هي بتقوله كله صح. وان كان انا صفحية نظيفة انتو براية تقولهم اللي انتو عايزين تقولوا. عايزين تقولهم صحة. قولوا ما عايزين تقولوا غلط. ماذا لو يظهر او تظهر احد زوجاتك او احد ابنائك. ويتكلم. وينفي كل ما ترويه انت. انا عايز اللي ينفيه ينفيه قدام مني يا استاذ. عايز يقول لي ايه اللي حصل مني. ايه اللي بيني وبينه. دي 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 كانوا عاملينها امراتي دي. كانوا عاملينها اختهم وامهم وابوهم. مهمش مصدقين اللي بيحصل معي في تونس. يا رجل ورب العزة ما هم مصدقين ان هي بتعمل كده. اللي بكلمه في مصر يقول لي والله العظيم ابدا. مش مصدقين. دي جاعدة معي واحد وعشرين سنة. بيدراوه بها كانوا بيدراوه بها المثل في ليبيا. لما جات عملة العملة بتاعيتها وما شيني. مقدرش يقول لي احكي في مصر. لما جينا لما جينا هنا. لقعدنا في مصر وجيني. بقول لهم دا عملت كذا وكذا يقول لي لا. دا انت بتفترع عليه. مش مصدقين. اني دي. من ملاك البقى الشيطان. هو ابليس دا مش كان مش كان من ضمن الملائكة. لما ربنا قال له اسجد لأدم مرضاش يسجد. نفس الشي انت تقول لي هي من ملائكة اصبحت شيطان. حتى ليتفرش فيك طوى جزء منهم. قالوا لست ملائكة. بل انت ايضا شيطان. اللي يعتبرني شيطان يا اعتبرني شيطان يا جماعة. في ايه واحدة رمي عيالها بقالهم اتناشر شهر بسكنة بينها وبينهم خمسمائة متر مش عايزة تشوف هم ليه. ايه السبب. هتقول لي سبب يمنع ان ام مش عايزة تشوف عيالها اتناشر شهر بينهم وبين بعد خمسمائة متر. ايه السبب. يبقى انا لو انا انا اه سفاح وماسك سيف وقف في قدام البيت عندي. معقولة لبي التونس ما فيهاش قانون. ما فيهاش قانون غزب. ايه قانون انا مش اقولك على القانون في تونس. دقيقة دقيقة دقيقة. لا سرقة بين الزوج وزوجته. يعني مرتك كتاخو من عندك مال. ما عندكش الحق الطالبة تقول لها رجع لي المال. انتم متعيشوا مع بعضكم زوج وزوجة. ما تنجمش ترجع بعد عشرين سنة تقول لها اعطيني ورجع لي وكذا. هذا قانون. قانون ايه? وقانون يفرض على ان انا انا ادفع نفقة والعال معي. انا انت شوفت جريت جريت حكم الحضانة ولا لا? اربع مرات. صح ولا لا? ايه وريتني لكن لكن متنجم ما تدفعش الحضانة. وتنجم تنجم. سمحني فما قانون. تنجم ما تدفعش الحضانة وتنجم. تطعن في الحكم هذكا. لكن ايضا ما تنجمش الطالب باموال صرفتها على بيتك. دي المرتك تقول لها رجع لي انت انا صرفت عليك كذا وكذا. انا صرفت عليها انا صرفت عليها تجليها تحطها في مزان كده تحط تجليها ده بصرفت عليها. لكن اللي صرقته مني ودته لصاحبها. من حجها استرده ولا مش من حجي. اللي صرقه من مالي. ومن مالي. هم مش مالي. ده ملعيالها صغيريه. من سبع سنين لتسعشر سنة. ده ملعيالها. لما تسرجه وتروح توديه. يا استاذ في ايه? لما تاخد ملعيالها تتدي الحاجة تقول لي بين الرجل ومراسة ما فيش اه. لا ده ملعيالها مش مالي. انما لو انا صرفت عليها ووكلته انا كنت بصرف عليها في فتون السنة في الشهر يزوز ملعي. اكله وشربه ومصريبه. واهو التسديل معي هي بتقول كده بلسانها. تقول لي انت عايش عشان الاكله والشربة بس. يبا تسمع التسديل وتحطه عالشاشة. ما تقول ش مسمحش. ماشي اهي. هي ذات نفسها تسمع تسديلها. وتحطه عالشاشة. اهي. بتقولك ما موكلنيش ما شربنيش. عندكم موحجات رمضان ولا لا? اه لا لرمضان لا. عندكم عايزين ايه وايه? اه 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 اعملك ليستة. اعمل ليستة اكتبينا? بكرة الخميس. واه. ابقى ببص النهاردة هات لحمة وبكرة هات الخضرة. لأ النهاردة ما جيت من السوق انا لسه جاي من المرشوز وقت. ماشي بكرة الصبح نزل هات خضرة عشان ايه? اه السوق بيحييبقى زحمة. السوق زحمة برده موت. ينا. سمحني اه بقيقة بركة ما دخليني نكمل ووقف شوية. معتا اه حواركم عادي شو لي فيه معتا. كل شهر بصلى الف دينار و تقولك انا مش لاجي ناكل. كل شهر الف دينار غير. لا 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 سمحني سمحني. انا استماتي للحوار هي قتلك معتا مصاريف رمضان وكذا يا حكاية فارغة معتا الف دينار ولا اقل شنية هده كل عائلة تونسية. مش لكم الشهر دي الف دينار و لسه داخلين على رمضان. لسه داخلين على رمضان و هتعمل لي. وين المشكل انتي تو انتي عائلة فيها اربع افراد. دي انا جاعد لوحدي. دي انا جاعد معينة مين دي انا جاعد انا وصغر ما شساعد عن ده لغير العائلاء. ساعد عن ده العائل الصغر والبنت. اما تاخد الف دينار ومساوي. ولحم. هل مشكلتكم انتوما اللحم والفراخ والمالة. مش مشكلة. مش مشكلتنا بقى. ما هي بتقولك ما وكلنيش. بتقولك من ايه منع البلاط. انا فارش لها فارشي احسن من الفارشي اللي عند ابوها فوق مش زي اللي عندها اللي انا فارشي قولي. في الحوار قتلك يا ريت نعمله مسكن. عايزة. خاص بينا. بيه خاص بيه. اي شين مشكلة. اروح ابني لها بيت وياه وياه على اتصال بواحد. وانا ومعيا وانا قاعد انو ممتردان انو عياله. اروح امي لها بيته يا صاحبه. خليني يا عربي نختم معاك الحوار. انتوما مشكلتكم مشكلة مال ومشكلت فلوس وشكل عندوش. مشكلت فلوس مشكلت مال وفلوس ديت هي الاول نهيبتني هي وامرت ابوها. دي اول حاجة. مشكلت ايه مشكلة عيالي دلوقتي. عيالي دلوقتي. المشكلة مشكلة عيالي مش مشكلة مال ولا فلوس. هو انتي زي دا عندك عيال في مصر اهملتم وخليتم. مهملت لاناتش اللي شعرين انا عيال متربيين احلى تربية عيالي كلك معلمين عيال اخويا در كثرة ومهندسين عليكنا كلها ايال اتشرف عليكنا كلها ايال اتشرف ابن اخوي دكتور وابن اخوي مهندس وابن معلم وابن معلم والثانية عنده ورشة خشا وارشة نجرة كاملة بس ما روحش انا الابنة خليهه وكني واسرب عليti بعد ما فضلت واحدة تنسيه علي يقولك انت فضلت تنسيه علي عيالي سمعني بش نبدو واضحين لا نفرق بين التونسية والمصرية لا 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 سمحني انا في الحوار انتاعنا مقول لك مصر اخواتنا والتوينسة اولادنا وما نفرقوش على الاقل بالجنسيات وهذا الكلام ما تخليش الحوار يمشي لبلاس اخر لا انا ما انا مفرقش بين دي وين دي هي جات جات هي يا رجل اقسم بالله اللي في مصر ما هم مصدقين اني جات اني جات بتعمل كده بح نختم معاك في مصر برشا يحبوا يتكلموا يحبوا يخرجوا للاعلام وانا قتلك بش ناخدوا هذا الطرف وذاك مش انتي بركة تتكلم راو ربما فمش كمش يخرج بكذبك ماشي خلي اللي يخرج يكذبني يخرج يقول انا فلاني فلاني وبعد ما يخرج يكذبني خل وجهوه بالكلام واجهوني بيه قوله اهو جال عليك كذا ونتصرن بيه احنا جاعدين انا وانت دي الوقتي دي متصلة بمصر بناس في مصر بدل الواحدة واحد واثنين وثلاثة واربعة تقولهم اعمل لي فضايا حيني اقفوا جنب مني يقول لها مش مصدقين هي والله ما هم مصدقين هي اعمل شي والله ما هم مصدقين Warren شكرا